بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم وقفات مع آيات الصيام الدرس الرابع عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أيها الأخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحييتم إلى هذه اللقاءات في وقفات مع آيات الصيام والتي تجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان يحفظه الله فأحيى الله وفضيلته وأهلنا وسهلا به حياكم الله وبركاته أيها الأخوة المستمعون الكرام لا يزال الحديث عن قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية وقد تحدث فضيلة الشيخ في وقفات مع هذه الآية عن أداب الدعاء ما الذي يحسن للدعاء أن يفعله حال دعائه وبعضا من الأحكام المتعلقة بهذه العبادة العظيمة ونواصل في هذا اللقاء الحديث عن ما له علاقة بالدعاء فضيلة الشيخ الدعاء الوارد في القنوت وما الأدب النبوي فيه يلاحظ الإطالة في أحيانا من قبل بعض الأئمة في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين دعاء القنوت في الوتر هذا السنة سواء في رمضان أو في غيره وأفضل ما يقال فيه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمه للحسن بن علي رضي الله عنه اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت إلى آخر ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ويختمه بقوله اللهم إني أعود برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صلي على محمد وإن زاد بعض الأدعية من الكتاب والسنة الأدعية الموافقة للكتاب والسنة فلا بأس بذلك ولكن لا يطيل إطالة تشق على المأمومين فإن بعض الأئمة يطيل في دعاء القنوط إطالة مملولة وإطالة مخالفة لآداب الصلاة لسيما صلاة الجماعة فإن المأموم مطلوب منه أن يخفف على المأمومين قال صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذل حاجة فلا يشق على المأمومين وأيضا لا يتكلف أنواعا من الأدعية قد يكون كثير منها غير وارد وقد تبطل الصلاة إذا دخلها شيء من الكلام العادي الذي هو ليس مشروعا جنسه في الصلاة فليحذر هؤلاء وفقهم الله من تجاوز الحد الشرعي في دعاء القنوط كذلك ما يحصل من بعض الأئمة وبعض المأمومين من تكلف البكى وإظهار النحيب ونحو ذلك كل هذا لا ينبغي الخشوع طيب ومطلوب لكن بدون رفع صوت وبدون نحيب وبدون شهيق يحصل به تشويش العبادة وقد يخالطه شيء من الرياء يعني هذا مظنة الرياء فالأعمال التي يظهرها الإنسان للناس يسمعونها أو يرونها يخشى على صاحبها من الرياء وكل ما أسرها بينه وبين ربه فإن ذلك أقرب إلى الإجابة والأدب الشرعي فينبغي ترك هذه التكلفات في الوتر أو في ختم القرآن في التراويح كل هذا يجب التنبه والاقتصاد في الدعاء والاقتصار على جوامع الكلم وجوامع الدعوات وأن يكون ذلك بهدوء وسكينة وحضور قلب إننا نراهم لا يخشعون مع تلاوة القرآن العظيم الذي لو خاطب الله به الجبال لتصدعت ما نرى كثيرا من الناس يخشعون عند تلاوة القرآن لكن إذا جاء دعاء القنوة أو جاء الختم في رمضان رأيت البكاء والنحيب ورفع الأصوات والضجيج وغير ذلك مما يدل على أن هذا إنما هو عادة عند كثير من الناس اعتادوا فصاروا يتكلفون نعم أحسن الله إليكم لو غلبه البكاء غلبه البكاء يحاول الإسرار نعم أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم فضيلة الشيخ عدم البدء بالحمد فضيلة الشيخ في دعاء القنوة مع الأمر به وأنه أدب من أدب الدعاء هو كما ورد عن نبي صلى الله عليه وسلم الرسول علم الحسن هذا الدعاء فيكتفى بما ورد وإن جاء برواية العملي اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق ثم يقول اللهم اهدنا إلى آخره فحسن أيضا نعم الحمد لله أحسن الله إليكم فضلية الشيخ رفع اليدين في الدعاء فضلية الشيخ متى يكون سنة؟ وأيضا يعني تكمل أهل الجواب لو سمعت نعم أيضا الصلاة الدعاء هذا في الصلاة والصلاة مبدوعة بالحمد لله نعم في القراءة الفاتحة فالبدأ بالحمد لله موجود في الصلاة نعم نعم أحسن الله إليكم فضلية الشيخ أقول رفع اليدين فضلية الشيخ في الدعاء متى يكون سنة ومتى لا يكون كذلك؟ يكون سنة في الأحوال التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه ويكون غير سنة في الأحوال التي دعى الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ولم يرفع يديه والأصل يقولون الأصل في الدعاء رفع اليدين لأن هذا من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة فالأصل رفع اليدين في كل دعاء إلا الدعاء الذي ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعى به ولم يرفع يديه مثل دعائه صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة في غير دعاء الاستسقاء فإنه لا يرفع يديه ومثل دعائه في آخر التشهد الأول في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم دعا وأمر بالدعاء في التشهد الأخير قبل السلام ولم يرفع يديه فلا ترفع الأيدي ومثل الجلوس بين السجدتين فالدعاء الذي في الصلاة لا ترفع فيه الأيدي إلا في حالة القنوت يلحظ على بعض المصليين فضية الشيخ رفع اليدين بعد القيام من الركوع حكم هذا هذا سنة بعد القيام من الركوع إذا قال ربنا ولك الحمد نعم هذا سنة إنه إذا قال الله أكبر يرفع يديه مع التكبير فالأيدي ترفع مع التكبير في أربعة مواضع من الصلاة في تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع وعند القيام من الركوع إذا قال سمع الله لمن حمده وإذا قام من التشاهد الأول يرفع يديه أيضا نعم أحسن الله إليكم عن أي تشيخ رفع اليدين كهيئة الدعاء لا هذا ما يرفع كهيئة الدعاء إنما يرفع مع التكبير فقط نعم أحسن الله إليكم حكم المسح على الوجه بعد الدعاء ألا ورد فيها حاديث الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاة فشكر الله لفضلتها وجزاه عنا خيرا وإلى أن نلقاكم مستمعين الكرام في لقاء مقبل بإذن الله تعالى استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته